كنا تعمل أربعة أو خمسة اللي أنا متذكره بالتأكيد طبعا الدكتور حسين بدراوي ودكتور محمد كمال وأنا وهو قيادي في الحزب وأستاذ عم سياسي مظبوطه كان أمين التدريب والتصقيف أنا أمين الإعلام وحسين بدراوي عضو أمان عام وأعتقد كان فيه حد تاني بأنني مش متأكد مش عايز أقول اسمه فحوى الحديث مضمون الحديث مضمون الحديث إنه الموضوع خطير وإن إحنا مفروض يعني المجموعة دي كان دايما اللي كده ليها أراء أكثر إصلاحية أكثر تغييرية يعني أنت عضو من النظام لكن هدفك تغيير النظام وتطوير النظام إعطاء النظام جنح الإصلاحي إصلاحي ممكن أن يسمى بهذا الشكل يعني طبعاً أول شيء اتفقنا عليه ضرورة تغيير الوزارة فوراً الكلام ده صباح يوم السبت ضرورة تغيير الوزارة فوراً 29 يعني 9 يعني وحدث يعني اختلاف الرأي الله على من الصحة المسؤولي سأقوله الواقع صداً أنا كالرأي أنه يبقى ظابط رأي أنا يعني أنك لما تستدعي لما تغير الوزارة تعين ضابطاً جيب رئيس الوزارة ظابط الدكتور حسين بدراوي كان رأيه ما نحددش يعني نتركها لتقدير الموقف تقدير الموقف اللي حياخد هذا القرار حضرتك كنت تضع في حساباتك الجيش طيب أنا ظابط عشان بما أنت في حالة يعني فوضى فوضى انفلات أمنة في الوقت ده سارقة محق البيض بعد الثورة الناس بتسرع عناصر إجرامية كل ما ندخل على الخط كل ما ندخل على الخط يعني اقتحام اقتحام اقسام الشرطة لم 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 ينسب هذا العمل لنفسه أي فريق من فرق الثور الشباب التلفات الشبابية عمرهم قالت لهم عمل هذا العمل فما بين عناصر إجرامية ما بين عناصر عايزة تشعل للموقف بالضبط كل ما هدأ كما قلنا مظبوط يا سيد العزيز دكتور بدراوي اختلف معك في الرأي اختلف الاقل من حدتش رفعتم هذا الاقتراح لا وكان فيه اختراحة تانية سبع تمن أشياء كلها أشياء لتطوير الجانب الديموقراطي الاستجابة لمطالب الشباب اشتركوا في القناة